فعز ما الأهلي والزمالك يستعدوا لدورة أبطال أفريقيا الجولة الثالثة الزمالك سفر تونس عشان يلعب الترجي في ملعب رادس والأهلي بيستعد هنا عشان يلعب فيتا كلوب الأزمات مش صيبة الأهلي والزمالك الأهلي موضوع قهربة ويقافوا شهر وخناته مع موسماني والناحية الثانية الزمالك العيبة عايزة فلوسها اللعيبة مبتخدش فلوس اللعيبة بتتمرد مش عايزة نزل التمرين اللعيبة مش عارف مالها في ايه اللعبان مش مركزة موضوع قد شنبونج موضوع سبورت انجليش بونا وشيكابالا مفيش فلوس معرفش ايه مرتضى منصور كان بيعملي في النادي هل كان بيخرب النادي ولا فعلا كان شاء للنادي حاجات كتيرة قوي قوي هنتكلم فيها وكمان هنتكلم على موتش الزمالك والترجي والأهلي وفيتا كلوب بس أبن نتكلم في اي حاجة وابن ندخل في التفاصيل لو انت امارت فارج عليها اعمل سبسكرايب ولايك وشير وفتح جلس التنبيهات وقوع تنسى ديها في السوكة عن استجرام اوما تخلص الحلقة انزل تحت بص في الكومنتات هتلاقي اللينك دوس عليه اعمل فولو وتفرج على حلقات ديها في السوكة 16 حلقة هتسمع حكايات لأول مرة هتسمعها او يمكن سمعتها مرة كيها بالصدفة متنساش لما تخلص الحلقة تروح تتفرج انما دلوقتي ركز معايا عشان نتكلم بقى واحدة واحدة ونفهم اللي بيحصل جوه الاهلي والزمالك وهل كل اللي بيحصل ده هيقصر على مشاعرهم في افريقيا ولا لا ازايكم يا جماعة وايه حالة من عدم الاستقرار جوه الاهلي والزمالك قبل الجولة التالتة من دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا اللي هي جولة مهمة جدا للاهلي والزمالك الزمالك او الجولتين بنقطتين رايح تونس يلعب مع الترجي فرقة قيلة عايز يطلع بنتيجة ايجابية اي نعم يعني الترجي مش فرق كتير اربعة والزمالك اتنين بس برضو الزمالك مش عايز يخسر عشان الترجي مايبقاش سبعة والزمالك اتنين الناحية التانية مجموعة الاهلي مولعة من اول مطشين الاهلي معاها تلات نقط سيمبا معاها ستة فيتا معاها تلاتة فطبعا عايز يكسب عشان يحصل سيمبا وسيمبا لو كسب من مريخ ايوصل تسعة فيعني المجموعتين كده فيهم قلق والدين مش مستقرة وفي عز كل ده الازمات مش سيبة الاهلي والزمالك تعالوا الاول نتكلم على الاهلي وإحنا كده عاديم في امان الله فجأة متقلب كده في الموبايل لقينا ايقاف كهرباء لمدة شهر وتغريمه 200 الف جنيه على موقع الاهلي الرسمي بدون ابداء اي اسباب طبعا الناس كلها ايه قاعد تجتهد طب هو ايه اللي حصل طب ناس تقول لك اصلي كهرباء راح فرح فملتزمش فتوقع عليه عقوبة ناس تقول لك اصليها غابعة التمرين ناس تقول لك اصليها مع موسيماني وايه كلام كتير جدا جدا لكن في الاخر كل برامج التوك شو طلعوا تكلموا وقالوا نفس الرواية تقريبا فخلينا نعتمد على الرواية دي ونتكلم عنها ونقول انها صح ايه ازم الكهرباء طبعا كهرباء زي ما احنا عارفين يمكن هو اخر ماتش ماتش الجيش اللي قالي كسب 2 و 1 لعب اخر ربع ساعة وما بدأش الماتش لكن طبعا كهرباء قبليها الماتش بتاع سيمبا وماتش المريخ كان بادئ الماتش اساسي وفي كاس عامل الاندية لعب ماتش بايرن اساسي قبل طبعا ما يسلم على تريكا ويستبعدوه من ماتش طبع طبعا بالميراس فالرجل يعني نظريا الراجل بيلعب كل ماتش اساسي زي ما احنا عرفنا فجأة كده لقينا ان كهرباء يا جماعة مش حيب موجود لمدة شهر ويتقال بقى ان هو شد مع موسماني وموسماني راح سلم عليه ومراش سلم عليه وقال له جو جو مش سلم عليك معهش سيبني في حالي وقابق يعني كلام كتير يعني الناس كلها قاعد تجود وبتاع بس يعني كله اتفق على نفس الرواية ان كهرباء اتعامل مع موسماني بشكل غير لائق عشان كده الاهلي يقرر ان هو يوقفه شهر طبعا دي مش اول مشكلة الكهرباء راجل يعني ما شاء الله علي من ساعة ماجل الاهلي هو مقضيها مشاكل تاني شهر طول شهر اتنين مشكلة في مطش السوبر قدام الزمالك وتوقف عشر مطشات بعدها مشكلة الشناوي واخناقته معاه وتغريمه مليون جنيه بعدها طبعا كازحها كده كل شوية ايه كهرباء مش عارف ماله كهرباء مش عارف ايه بتاع فكهرباء من ساعة ماجل الاهلي وهو عامل مشاكل كتيرة لكن برضو نفس الوقت كهرباء من اكتر اللعيبة المؤسرة جواه الفرقة وهو هداف من هدافين الفرقة كهرباء لعب 14 مطش مسجل 6 جوان وعمل أسست يعني مساهم في 7 جوان في 14 مطش ده بالنسبة لقام كهرباء طيب كهرباء هل لي حق ان هو يتدايق ان هو بلعبش اساسي او هو ما بيشاركش كتير لا بالعكس هو اكتر وينج لعب في الاهلي دقائق كهرباء لعب حوالي 800 وشوية دقيقة تقريباً 228 واللي بعديه حسين الشحات فرق بينهم من بعد حوالي 120 دقيقة يعني انت بتتكلم ان كهرباء انت اكتر لعيب لاعب دقائق في الاهلي اكتر لعيب بتشارك بشكل اساسي طيب انت ليه متدايق هل مثلاً عشان انت عدت مطش دكة تمام انت المطش القابلي بتاع سنبه كنت بتلعب المطش القابلي بتاع الماريخ كنت بتلعب المطش البارن بلات اساسي فانا بصراحة مش فاهم انت ليه عامل مشكلة طبعاً طبيعي جداً ان يبقى فيه اخوة بالشكل ده لان انت لو ما ازهرتش اني حمراء الكهرباء والأي حد يخرج عن النص الفرقة تفك منك طبعاً زي ما احنا عارفين كالعادة الاهلي دايماً عنده مبادئ وفيه رولز جوا الفرقة اللي يخرج عنها بيتلاسوع فكهرباء هو اللي في ايده يحدد هو عايز يعمل ايه كهرباء دلوقتي مشتقبله على المحك ليه؟ كهرباء هرب من الزمالك ومشي وجمهور الزمالك مش طيقه فكهرباء اخر فرصة ليه وبرصته الوحيدة هو الاهلي لو جمهور الاهلي قلب عليه والاهلي مشاه كهرباء هينتهي كروياً يلعب بقى في اي حتة في مصر ويحبقى يتلعب بقى في اي دورة تانية انما كهرباء كروياً هينتهي فكهرباء هو اللي لازم يقب مع نفسه انا بقى مش هتكلم ولا اخبط فيه ولا بتاع انا اتكلم بمنتهى الوضوح الاهلي عنده حق مية في المية محدش من جمهور الاهلي هيوقف مع كهرباء دلوقتي كهرباء من ساعة ما جيه لعب مؤسر بيسجل اه كتير مؤسر مع الفرقة بيلعب اساسي احتياطي اي ان كان لكن برضو في اول و الاخر الانضباط اهم من اي حاج فيا كهرباء يا حبيبي لازم تركز جوا الفرقة ولازم تعملش مشاكل لان انت ما عندكش فرصة بعد الاهلي فيه لعيبة كتير ممكن مثلا ايه تشد مع الاهلي تروح الزمالك تشد مع الزمالك تروح الاهلي انما انت خلاص كنت في الزمالك عملت مشكلة ومشيت مشتعرف ترجع وانت دلوقتي في الاهلي لو ما ركزتش واحترمت نفسك مش هتعرف تكمل في الاهلي ومستقبالك الكروي هينتهي فعشان كده اللي انا بقوله دي بقى حاجة في ايد كهرباء انت بقى عايز تركز او ما تركزش دي حاجة بتاعتك انما قرار من موسماني وعبد الحفيز ودورة الكورة سليم بنسبة 100% طيب كهرباء هيغيب عن ماتشات ايه كهرباء هيغيب طبعا ماتش فيتا كلوب هنا ماتش فيتا كلوب هناك ماتش الاسماعيلي وماتش برضو تقريبا المريخ ده غير طبعا كده كان يعني ايه لو كان هيروح المنتخب فهو مش رايح المنتخب فيعني كهرباء هو اللي جنت على نفسها براكش يعني او حر يعني فاللو هو عمله بس طبعا انا بسطبعا انا بسطبعا ادارة الاهلي في القرار اللي اخدوه لان طبعا زي ما احنا عارفين لازم 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 يقفير يولز عشان محدش خالص يخرج عن الاطار كهرباء لو عمل الموضوع ده وعد اتلاقيه بعد كده او احب ايه رح شوح المدرب ولا ازعق له ولا بتاع فانخش في مشاكل كتير فالاهلي عمل الصح ده كده موقف كهرباء برا الملعب طيب تعال بقى نتكلم في موقف كهرباء جوه الملعب وهل الاهلي هيتأثر فنيا بيغيب كهرباء ولا لأ الاجابة طبعا اه كهرباء هو هداف الفرقة ست جوان في 14 موضوع عشان كده هو شايف ان ليه قاعد دكة وانا هداف الفرقة انت عندك حسين جاب جنين طهر جاب جنين محمد شريف ثلاثة او جاية لسا جاب جنين فليه الناس دي كلها تلعب وانا هداف الفرقة انا كل ملعب اسجل فكهرباء يمكن عنده وجهة نظر في المواضع يعني ايا كانت ايه هي لكن اكيد طبعا كهرباء هيأثر على الاهلي جدا والاهلي هتأثر بغياب كهرباء جدا لان زي ما قلت كهرباء من اللعيبة اللي دايما بيتحركوا في القلب ويروحوا وبيوصعوا لجون كتير بسرعتهم ويتحركتهم جوه المنطقة وبيقدر ان هو دايما يبقى خطير على المرمة بيسجل جون من كل 3-4 فرص فكهرباء هيبقى مؤثر تهدفيا على الاهلي طيب هل الاهلي عنده بدائل؟ اه الاهلي عنده بدائل اللي ممكن يلعب بحسينه واجا ايه او يلعب بيه طاهر واجا ايه وهنا برضو لازم بقى محمد شريف يرجع له مركزه الاساسي ويبدأ موسماني يلعبه تاني في مركز الوينج لان الاهلي يحتاج وانت دوات الفترة اللي جاية هتبقى بتلعب بوينجين في الملعب ويبقى عندك واحد برة مع محمد شريف وجاهز جدا طبعا مع ضغط المرطسات ويحصل اصابات ولا حاجة فعشان كده لازم موسماني يبدأ يجاهز محمد شريف ان هو بقى ايه يرجع تاني يلعبه في مركز الوينج لان محمد شريف ده مركزه الاساسي حتى لو انت مش عايز يلعب وينج صريح ان هو يرجع يدافع او يقفل مع الباك على اللي قال اتلعبه في نفس مكان كهرباء وان هو بقى مضطرف وعطول يضم في القلب لو الكورن احتلمين زي ما قلت او يلعب لما الكورن اتبقى مع الاهلي ويكمل مهاجم تاني ان ما انت تسلم ويبقى مهاجم تسعة ويستلم ويقوم حتى لأ طبعا ده مش مركز محمد شريف عشان كده انا شايف ان غياب كهرباء هي مؤثر او بس الاهلي عنده بدايل وزي ما قلت مهم جدا ان محمد شريف يرجع تاني يلعب وينج وان شاء الله معاودة وليد سليمان ونصر ماهر الدنيا متأثرش قوي فهو في الاخر كهرباء لعب مهمة لكن الاهلي مش بيوقف على حد والاهلي قادر ان هو يعوض غياب كهرباء وكهرباء مكانش لعيب يعني هو بيجيب يعني ايه كل ماتش جون لا زي ما قلت هو كان بيجيب حوالي 50% لعب 14 ماتش مسجل 6 جون فيعني كهرباء مؤثر قامع الفرقة لكن في نفس الوقت الاهلي قادر ان هو يعوضه ماتش أليو فيتا ماتش صعب جدا ومهم الفرقة عشان خاطر نفضل مكملين في منافستنا على صدارة المجموعة وحتى كمان عشان نتقاهل تشكيلة الماتش أعتقد نهية يعني زي تشكيلة ماتش الجيش باختلاف بس ان طبعا أعتقد بواليا وليد ده عسال محمد شريفة يبقى حسين الشحات أفشى أجايب وقدام بواليا ويبقى عندنا طاهر برا وعندنا محمد شريفة عشان خاطر الاهلي يقدر يستخدمه الشيط التاني أعتقد دي التشكيلة المتوقعة نص ملعب طبعا السلية وحمد فاتحي الارباع اللي وراء وحيد أيمن أشرف بدر بنون ومحمد هاني دي كده تشكيلة المتوقعة ان شاء الله بإذن الله الاهلي يقدر يكسب الماتش ده بسهولة ومسلمين كده يركز ويلعب كان نشوت الأول ياريت يعني بقى الشوت التاني بس وان شاء الله تلات نورة مهمين جدا قبل ما نسافر كنشاسة نلعب مع فيتا كلوب هناك في الكنو قلصنا الاهلي نروح بقى على الزمالك اللي عنده وماتش صعب جدا 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 قدام الترجي التونسي هناك فرادس طبعا الترجي متصدر المجموعة كسب أول ماتش وتعادل مع المردية تاني ماتش في الجزائر أربع نوعات الترجي متصدر الدول التونسي الترجي أحسن من السنة اللي فتت الترجي رجع أنيس البدري طبعا زي ما احنا عارفين الترجي عنده لعبة كويسة عنده عايسين خنيسي حمد الهوني أنيس البدري غلاني الشعلالي بنغيف بنرمتان كلبالي إلياس شدي حمدي النجاس فاروق المصطفى عنده فرقه محترمة جدا 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 وماتش هيبقي صعبة جدا على الزمالك الزمالك طبعا عودة زيزون مهمة يمكن زيزون زي ما قلت بقاله c이 restarted مش مركز زيزون لو رجع لزيزوا الفرمت عن التصاني اللي فتت هيفرق جدا جدا مع الزمالك بن شارقي لو رجع عن الفرمت بن شارقي يت executmed ارتفت هيفرق جدا مع الزمالك طبعا غياب الشكبالة مؤثر لان الشكبالة طبعا موجوده في الملعب بيخلي الفرق اللي قدامها خايفة منك وبتعمل لك الف حساب لان الشكبالة لعيب تسئيل في نص الملعب بيمس الكورة بيستحوز بيعمل كيب باصيز بيلف بيشوت بيتحرك بيدم الجوة ويفتح للباك فاك الشكبالة لعيب مؤثر جدا حتى لو لعب يعني خمسين دقيقة هو برضو لعيب مؤثر جدا وغيابه هيبقى مؤثر مع الزمالك خصوصا ان الزمالك ما عندوش دكة خالص زيزو وبن شارقي ما عندوش ليهم اي بديل خالص على نفس المستوى او حتى في نص مستواهم لما تلاقي ان زيزو وبن شارقي غابه مش هتلاقي ليهم اي بديل على الدكة لان مستوى فاتحي ماشي ونجم ماشي وسبحان الله مستوى فاتحي هتدفسموها دلوقتي ونجم في اول مطش العامة على الوداد في دورة بطالة افريقيا بيسجل فاعتقد ان الزمالك يعني عنده مهمة صعبة في الترجي لكن قبل ما نتكلم على المطش بقى وان لا يحصل والتشكيلة والكلام ده كله عايزين نتكلم اول حاجة على المشاكل اللي بتحصل جواه الزمالك طيب انا عايز دلوقتي الناس تجاوبني او انا عايز اسأل سؤال وانا مش فاهمه هو مرطال منصور كان بيصرف على الفرقة منين لما دلوقتي نشوف كل شوية ان اللجنة الملقطة تطلع تتكلم تقول يا جماعة النادي مفوش فلوس النادي عليه فلوس كتيرة طيب هو مرطال منصور كان بيشتري اللعيبة منين مرطال منصور كان بيدفع لعيبة فلوسها ازاي ما دي حاجه الناس عايزة تفهمها لما دلوقتي الزمالك مش قادر يدفع لعيبة مرتبتها الزمالك مش قادر يشتري اللعيبة الزمالك علي فلوس الزمالك عليها عقوبة بتاع التجم Christians المفروض يدفعها موضوع شيكبيلا والس بر самое هو مرطال منصور سوف هموت وافهم كان بيصرف على النادي منين هل مرتبط منصور كان يصرف من فلوسه؟ أنا أعز أفهم يعني مرتبط منصور كان يصرف على النادي من فلوسه؟ ما دلوقتي فيه كمية فلوس على الزمالك مش طبيعية درايب بقى والعيبة لها فلوس وبرا عندها تانية لها فلوس ومعرفش ايه ومرتبات العيبة والنادي كله طب هو مرتبط منصور كان مماشي النادي ازاي؟ ما دي حاجة برضو غريبة جدا انا مش قادر افهمها وهل مثلا الزمالك مش موارد يعني البث وصور النادي وحاجة كتير قوي والاعلانات والكلام ده كله طي هو الزمالك بيصرف منين؟ يعني هل الزمالك هو مرتبط منصور؟ يعني مرتبط منصور مشي الزمالك خلاص مش عارف يصرف على نفسه؟ فطبعا أزمة كبيرة جدا وزي ما قلت يعني في مشاكل كتيرة جوه النادي زي ما احنا بنتابع كل يوم ان اللعيبة ما كانتش عايزة تنزل تتمرن قبل مرات شوائد دجلة ونزلت والعيبة عضح انها مش مركزة وزي ما قلت يا جماعة انت لو جواك مش صافي ومش مركز ومش عايز تلعب هتلاقي ان ربنا مش هيوفاك وده اللي بيحصل مع الزمالك الفترة الأخيرة ناس كتيرة بتتكلم وتقول على حيات الزمالك خالد الغندور وناس كتيرة قوي ان في كبات كبيرة جوه الفرقة هي اللي بتحفز اللعيبة او تشجعها عشان خاطر ما تتمرنش او عشان خاطر تطالب بحقها جوه النادي يا جماعة انتو بتلعبوا في الزمالك ده نادي كبير فلوسكو مش هتروح عليكو انتو جوا النادي يعني يعني ماشي الناس اللي ماشي خلاص اوكي تمامي عم الحاجة مثلا خايفين بيرفعوا عضايا عشان هم خلاص مشوا فعايزين فلوسكو انو انت جوا النادي العب وركز عشان الجمهور وبعد كده فلوسك هتجيلك كده فلوسك مش هتروح عليك فانا مش فاهم بصراحة لللعيبة عاملة قلق ومش مركزة فلوسك حتى لو اتأخرت يا سيدي شهر ولا شهرين انت الزمالك اللي عملك والزمالك خير وعليك استنى اصبر وفلوسك هتجيلك انت كده كده قاعك جوا النادي وشايف كل حاجة يا سيدي اول ما فلوس هتخش النادي نط عليها اخدها فانا بصراحة مش فاهم يعني ليه لعيبة الزمالك عاملة قلق وكل شوية تنزل مش هنلعب احنا عايزين فلوسنا مش هنتمرن مش مركزين جوا الملعب التركيز اللي غايب على الزمالك مأثر جدا واضح واضح ان الزمالك مش مركز جوا الملعب العيبة بديها فرص غريبة جدا اللي عيبة بتحسش انها قلبها على القلب بعض في مشاكل جوا فرقة الزمالك ملايش عالك خالص بالفنيات الزمالك بيوصل كل ماتش ماتش المولودية ماتش تونجث الماتش اللي فات بتاع ايدي دجلة وماتشات كتير او بصراحة الزمالك بيوصل عقون لكن بيضيع بسوق حظ غريب جدا عشان في حاجة غلق جوا الفرقة انتو لو رجالة ومركزين ربنا هيكرمكو انما زي ما قلت كل واحد بقى ايه بيلعب عشان خاطر الفلوس وانا بياخدش فلوس ما يلعبش لا يعمل حاج انت بتلعبش في نادي شركة انت بتلعب في نادي جماهيري والجمهور ليه حق عليك لازم تحترم الجمهور الجمهور هو اللي عملك النادي هو اللي عملك اصبر ع النادي شوية النادي في مشكلة انت بقالك سنتين ثلاثة او ايا كان بقالك قد ايه بتاخد فلوس حصل مشكلة اصبر شوية ع النادي وانت جوا النادي فلوسك مش هتروح عليك فانا بصراحة مش فاهم يعني ليه اللي عملك بتعمل كده مهم جدا ان يركزوا لان بصراحة جمهور الزمالك طبعا ليه حق يزعل خاصران السنة اللي فاتت كل حاجة دوري وكاس ودورة بطالة افريقيا والسنة دي البداية مش احسن حاجة في الدوري وبرضه في افريقيا فجمهور الزمالك مش هيصبر على اللعيبة اكتر من كده المفروض بصراحة ان الزمالك عنده 11 لعيب اقوية جدا انا بشوف ان التشكيل الاساسي بتاع الزمالك اقوى من التشكيل الاساسي بتاع الاهلي ده موجة نظر يعني او في معظم المراكز على الاقل على الاقل في المربع الهجومي اللي قدام بصراحة فانا مش قادر افهم ليه الزمالك وصل المستوى له وليه الزمالك متحسش ان هو فرقة تقيلة زي الثانة اللي فاتت والفرقة كان عندها شخصية الثانة اللي فاتت والثانة اللي قابليها لحد طبا ما مرتضة منصور ماشي بعد تحس ان الفرقة فكت خالص من بعد المرتضة ماشي فانا مش قادر افهم يا جماعة هو مرتضة كان اعمل ايه في النادي مثلا الزمالك هو مرتضة منصور يعني المرتضة ماشي مفيش فلوس لها مش مركزة بتعبعك كيف الزمالك وقع ومش منطق يا جماعة الزمالك نادي كبير الزمالك مش يقف على حد وفيه حاجة كنا احنا مش فهمينها ومحدش فاهمها ومش عارفين الموضوع اخرته ايه الزمالك في ازمة كبيرة جدا زي ما قلت موضوع عدد شبونج الفلوس يزم تدفع عشان متخصمش نقط شكبالا ناس تقولك اصل الفلوس اللي كان متخصم من عادي شكبالا حد خدها في جيوه ما دفعهاش لسبورتنجليشبونة محدش فاهم حاجة وفيه كمية عكب تحصل جواه الزمالك تهد اي فرقة في الوقت اللي لازم الفرقة تركز جواه الملعب عشان دلوقتي احنا في عز مع معاملة افراقيا ولو او الزمالك مركزشي الزمالك هلاقي نفسه بره البطولة فا يعني كلمة للعيبة عشان خاط الجمهور الزمالك اللي هو يعني جاي باخله منكو تركزوا شوية لان المطشات اللي جاية همطشات كلها نهائيات كؤوس معتش الزمالك والترجي طبعا اعتقد ان الزمالك هيبدأ اربعة اتنين ثلاثة واحد فرجاني وطارق حامل ثلاثة قدامهم زيزو بن شرقي اوباما ومهاجم اساسي المفروض يعني يبقى مروان حمدي او قسنا فيصل او الزمالك يلعب اربعة ثلاثة ثلاثة لو امام عشور جاهز يبقى امام وفرجاني وطارق وثلاثة قدام بن شارقي ووباما وزيزو على ان بن شارقي وباما يعملوا سويتش كل شوية واحد يبقى وينج واحد يبقى مهاجم يلعب فولس ناين الزمالك مهميته مش مستحيلة انت بتلعب مع فرق قدامك 11-11 مفيش جمهور يملعب كويس بالليل ففرق انت بتلاقين الترجي blir أجمل من الذمالك الذمالك كافراد أ использ بنيون ما قال اللعب تبقى ساجلت عجل وتركزها عند الملعب وانت تعدى ان الترجي الترجي يكون لدي لاعoln لو انت ل wreck miles لن يريد هل صورة دلوقتي في الكلام ده كله عشان خاطر يعني ايه مش عايزين نحبط الزمالكوية لكن اللعيبة لو ركزت جوه الملعب الزمالك قادر ان هو يكسب الترجي خصوصا ان خاطر فعل الترجي عنده مشاكل كبيرة جدا البطء اللي موجود حمد النجاس كده كده معروف الياس شتي بتلاقي في ظهره كتير قلبي يدفع بطاء فزي ما قلت الترجي عنده عيوب كتيرة لو اللعيبة ركزت ورجلها جوه الملعب هيقدر يكسب المطش هنشوف اللي هيحصل الاهلي والزمالك وجولة صعبة جدا وفاصلة في مشوارهم في دوري ابطال افريقيا فعيز المشاكل دي كلها مشكلة الكهربة والفلوس جوه الزمالك واللعيبة مش مركزة والكلام ده كله يعني هنشوف الدولانية تمشي ازاي واللي هيحصل في مراتشات يوم السبت دي جامعة كانت حلقة النهاردة لو انت امار تفرج عليها امن سبسكرايب ولايك وشير وفتح جرائيات تنبيهات واعتنسى ديها في السوكا اول ما تخلص الحلقة هتزل تحت تبص في كومنتات هتلاقي اللينك دوس عليه اعمل فلو وتفرج على حلقات ديها في السوكا وقول لي رأيك واشوفكم الحلقة اللي جاية سلام